أعلنت وزارة التنمية المحلية تخصيص 50 مليون جنيه لإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية ل74 منطقة صناعية بالمحافظات ورفعها على الخريطة الاستثمارية التي تضم جميع الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات وشارت إلى تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية لكل محافظة لاستغلال المزايا التنافسية لها وجذب الاستثمارات المحلية والدولية مؤكدة توفير أكثر من 150 ألف فدان لقامة المناطق الصناعية في 23 محافظة والإسراع في تنمية المحافظات خاصة محافظات الصعيدة